نحن كاملين العادلين انه الفنان جيّعيش حياة زوينا كيّعيش حياة زوينا دك شيّلي كنا نشوفوه ماشي دائما حياة زوينا كيسافر مشي دائما كيسافر الخدمة موجودة الحمد الالله ولكن الإشاعات، هذه الإشاعات كيضروا بزاف زاف زاف هات الفنانين سواء كانوا لله كانت زوينا وكنت كذوب كتضرهم شوية وكلّا كانت خيبة أسامة وبزاف دي الفنانين كينّ يخلقوا الإشاعات نفسهم باش كيروجوا الأعمال ديالهم كل اللي كتقبل لك الإشاعات وكل اللي لا ولكن هذه الإشاعة اللي 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 نتكلم على اليوم إشاعة خيبة قبيحة وكبيرة كتخصت واحد الفنانة مغربية والزوج ديالها اللي كتقول أنه مطلقه إلا كان غرض ديالها هو ترويج لعمل فني فنقدر نسمحه ونقدر نغفره ولكن من اللي كتتعرض للحياة الشخصية والأعرض للناس فهنا ضروري أن الفنان كيتأثر بها وخصنا رجعوا للمصدر ونتأكدوا منه منعمولوش على ما يقولوا الآخرون هاتش اللي ذات بدبطة بوشرة الفنانة المغربية هي خولة بن عمران وزوجة الفنان اللبناني اللي مستقل بالمغرب ويسام أمير ربزاف ديالإشاعات كتقول أنهم تفرقوا الناس كيقولوا رأي ما بقواش مع بعدياتهم يخضر لكم خلاف بسيط أو لا شي حاجة ومدروا أفراق هاتش علاش قلت نتواصل مع واحد فيهم واختريت أنني نتواصل مع ويسام أمير علاش ويسام أمير لأنه راجل ولأنه جاي بوحد ثقافة لبنانيين قدروا نقولوا من فالحة شوية على الثقافة المغربية هي كبنت ومغربية ما تبغيش تقول يا رأي تفارقنا قلت نصفت لي هو ميصصفت لي قلت ليش كين واشواقا قال لي هاتشي ما منو والو كنأكدوا الناس أنه خولة بن عمران ويسام أمير باقي مع بعدياتهم قال لي هاتشي ما منو والو احنا ما تفارقناش وكيف ما تزوجنا وعلننا هالناس حتى إلا كنا غن تفارقوا غن عنوها الناس والله يهدي مخلق